أزوف اللون مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز إليكم أبرز ما حصل هذا الأسبوع بعد إطلاق أغنية إيماجين أصبح الفانس متأقنين أن أريانا جراندي تتحدث عن حبيبها السابق الراحل ماك ميلر هذا ليس بشيء غريب فقد سبق لها أن أكدت أن الأغنية ستكون حول نهاية علاقة وهي عبارة عن تخيل كيف كانت ستكون لو لم تنتهي لكنها لم تكشف عما تتحدث عنه بالضبط لأن لها علاقات سابقة كثيرة بيك شون ماك ميلر بيت ديفيدسون لذلك فما عليك سوى الاستماع لها وإخبارنا بما تحسه ومن بين الأشياء التي جعلت الفانس يقفزون إلى نتيجة أنه ماك ميلر هو التاتو أو الوشم الذي كان على ذراعه إيماجين وهو نفس اسم الأغنية وهناك من قال أنها تجيب على أغنيته سندريلا سننتظر إلى أن تؤكد هذا بنفسها بعد زواج ديبيكا فادوكون من رانفير سينغ سئلت عن كمية المال التي انفقتها على حفل زفافها وهي ستنفق المزيد فأجابت لا لا تقلقوا لدي الكثير من المال في هذه الأثناء قال رانفير إنه لن يغير من شخصيته أبدا بعد الزواج ولا يريد لديبيكا أن تتغير وإذا حدث هذا التغيير بشكل طبيعي فأنا لن أوقفه لأنه سيحدث فقط لا أتحكم فيه وأضاف الزواج هو أفضل شيء حدث لي أشعر بنوع من السحر إنه ساحر ونوع من القوة كما لو أنني لا أقهر كأني بطل في فيلم خارق وختم قائلا أشعر أن هذا ما فعل الزواج بي يذكر أن الممثلة البالغة من العمر 32 عاما والممثلة البالغ 33 عاما قد عقد القران يوم 14 نوفمبر الماضي في حفل زفاف رائع شكرا لكم على المتابعة وواصلوا في دعمنا أكثر وأكثر نحبكم وسنظل نحبكم